سنبدأ الآن بحجز استضافة بعد الدخول على الموقع وستجدون رابط هذا الموقع موجود أسفل الفيديو بعد الدخول على الموقع سيظهر لك الموقع بالشكل الذي تراه أمامك أولى الخطوات هي الذهاب إلى Cloud Hosting طبعا يوجد لديهم خدمة الWeb Hosting و Cloud Hosting والWordPress Hosting والVPS Hosting الWeb Hosting بشكل مختصر سأعطيك بعض البيانات بشكل مختصر الWeb Hosting يعمر عن جهاز كمبيوتر عالي المواصفات فيه أقراص تخزين إذا قمت بحجز من الWeb Hosting فإنك سوف تحصل على مساحة جزء من قرص أي لن تأخذ قرص كامل بل ستأخذ جزء أي كأنك تنشئ مجلد ضمن قرص أما لCloud Hosting فإنك ستحصل على المساحة المخصصة لك بشكل كامل ولن يشارك بها أحد الWeb Hosting توجد مشاركات فالقرص تستخدمه أنت وفلان وثنين وثلاث واربع وخمسة من المستخدمين الآخرين طبعاً الCloud Hosting يتميز بسرعة نقل البيانات لأنهم يستخدمون أقراص SSD عالية وفائقة السرعة فسنختار ال Cloud Hosting طبعاً بإمكانك تختار ال Wordpress Hosting لكنك لن تحصل على لوحة تحكم كاملة للموقع أما ال Cloud Hosting فإنك ستحصل على ما يخص ال Wordpress وغير ال Wordpress ال VPS Hosting هي عبارة عن جهاز كمبيوتر كامل ستستأجره أنت لكن إن كان لديك موقع وثنان أو حتى عشرة مواقع فأنت لست بحاجة إلى ال VPS لأنه مرتفع السعر وCloud Hosting يغنيك عن هذا حتى لو كان لديك أدة مواقع أنا لدي خمسة مواقع مثلاً وأستخدم لCloud Hosting سننزل إلى الأسفل قليلاً يوجد لدينا ثلاث خيارات لستارتر كلاود والبزنس كلاود والإنتربرايز كلاود من ميزات لستارتر كلاود أنها بثنين معالج 2 CPU cores واثنين جيجا رام ولديك واحد ويب سايت فقط أي يمكنك إضافة موقع الكتروني واحد فقط أما بالنسبة للبزنس فأنها أربعة معالجات وأربعة جيجا رام ولمتد SSD Space أي أنهم يستخدمون أقراص الـ SSD وأيضاً يمكنك الحصول على أكثر من موقع واحد إذا كان لديك مئة موقع فلا مشكلة فلديك المساحة مفتوحة وستحصل أيضاً على الـ Standard SSL وهي مهمة جداً للوصول إلى موقعك بشكل آمن وموثوق به أما بالنسبة للإنتربرايز فهي عالية المواصفات قليلاً ولكن لن تحتاج إليها أنا بالنسبة لي اخترت البزنس كلاود سأضغط على Get Started هنا يطلب منك حجز دومين خاص بك الدومين المقصود به هذا هو هذا اسم دومين Techmania.net هذا هو اسم الدومين في اللغة العربية نسميه نطاق اسم نطاق فهنا تحجز اسم نطاق وللتنبيه بأن الشركة تعطيك دومين واحد مجاني لأول سنة في السنة القادمة ستعيد تجديد اشتراكه برسوم جديدة طبعاً رسوم الدومينات غالباً تكون رخيصة تقريباً واحد دولار أو واحد ونصف دولار في الشهر يعني لن تدفع أكثر من خمسة عشر دولار أو حسب اسم النطاق الذي ستستعجره سأختار مثلاً أي دومين كان مثلاً Techmania.netو وتختار اللاحقة غالباً .com وال.net هي أشهر اللواحق ثم ستفغط على Search والآن يرسل لك تنبيه بأنه بأن الدومين الذي ذكرته متوفر وسيتم التسجيل به وسيكون هو الدومين أو النطاق الافتراضي للموقع سننزل إلى الأسفل قليلاً وهنا ستضع الإيميل وكلمة السر لتسجيل الدخول إلى الموقع طبعاً أنا لدي حساب لديهم إذلك سأقوم بتسجيل الدخول بشكل عادي وهنا سيعرض بعض البيانات الخاصة بك هذا الإيميل الرسمي والإسم والبريد ورقم الهاتف ثم سننزل إلى الأسفل قليلاً وهنا ستختار طريقة الدفع التي ستدفع بها يمكنك اختيار الكريدت كارد أنا لدي بطاقة مسبقة وهي مخزنة إذا أردت إضافة بطاقة جديدة ستختار الخيار الثاني ستضع هنا رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والرقم السري الذي دائماً يعرض خلف البطاقة أو إذا أردت الدفع عن طريق البيبال يمكنك اختيار البيبال وهنا يعرض لك رسالة بأنه سيتم سؤالك عن الإيميل الخاص بالبيبال لإدخاله في الصباحة التالية نأتي إلى الهوستنج سيرفيز لاحظ هذه السيرفرات المتاحة لديهم وإذا حصل أي عطل فيها سيتم نقل بيانات موقعك إلى السيرفر التالي حتى دون أن تشعر بذلك سأختار أي سيرفر من هذه السيرفرات سأترك الاختيار الافتراضي وهنا مدة الاستضافة التي تريدها ديك شهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات عادةً أختار السنة إذا أردت إذا كانت إمكانياتك المادية جيدة في إمكانك اختيار ثلاث سنوات أنا سأختار السنة هنا بعض الإضافات الأخرى إذا أردت إضافتها أنا بالعادة لا أضيف منها أي شيء فالدومين هو مجاني لن يضاف أي تكاريف إضافية لديك خصوصية الموقع إن أردت إضافتها تحدد عليها وهنا الخريطة الخاصة بموقعك عدداً يوجد إضافات في الورد بلس لإضافة الخرائط وهذه أيضاً الميزات الأخرى ما تريد منه تحدد عليه وما لا تريده تبقي إذا كان لديك برومو كود وهو عرض تخفيضات يرسلوه لك لتحصل على تخفيض خاص بك أنا ليس لدي برومو كود وهذه هي خلاصة عملية الشراء هي 107 دولار استضافة من نوع بيزنس عدد نطقات غير محدود عدد زيارات غير محدود استخدام مقراص السد عالية السرعة ب107 دولار فقط سنوياً بعد الانتهاء ستضغط على Agree ثم Complete Order الآن بعد أن قمت بإكمال عملية الشراء ستظهر بيانات البيبال وهنا المبلغ الذي ستدفعه 107 دولار ستضغط على هذا الزر للدخول إلى حسابك في البيبال ومن ثم ستضع الإيميل الخاص بك ومن ثم تسجيل الدخول ثم تضغط على زر دفع طبعاً أنا لن أكمل العملية لأنه أساساً لدي استضافة قمت بحجزها من قبل وسأكمل الشرح عليها إن شاء الله في الدرس التالي إن شاء الله سنتعلم كيف نقوم بتنصيب الـ Wordpress على هذه الاستضافة والبدء بالتدوين ابقوا معنا في الدرس التالي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة